اشتركوا في القناة وكلمة رجب جاءت من الرجوب بمعنى التعظيم وكان العرب يسمونه بعدة اسماء منها الاصب وذلك لان الرحمة تصب فيه صب الاصم لانه كان لا يسمع فيه صوت قعقعة السلاح وقد ذكر في شهر رجب احاديث كثيرة تدل على شرف وعظمة هذا الشهر فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال إن رجب شهر الله العظيم والقتال مع الكفار فيه حرام ألا إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي وفي شهر رجب وقعت الكثير من المناسبات والأحداث المهمة ففي اليوم الأول منه كانت ولادة الإمام الباقري عليه السلام خامس أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي اليوم الثاني منه ولد الإمام الهادي عاشر الأئمة عليهم السلام وفي اليوم الثالث كانت شهادة الإمام الهادي عليه السلام عن عمر يقارب الأربعون سنة وفي اليوم العاشر منه ولد الإمام محمد الجواد تاسع الأئمة عليهم السلام وفي اليوم الثالث عشر كانت ولادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في جوف الكعبة وهي منقبة لم يشاركه فيها أحد وفي اليوم الخامس عشر من شهر رجب تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وكانت وفاة عقيلة الهاشميين الحوراء زينب عليها السلام وفي اليوم الرابع والعشرين منه فتح الإمام علي عليه السلام باب حصن خيبر بعد أن عجز المسلمون عن فتحه لعدة أيام وهرب العديد منهم عندها قال النبي صلى الله عليه وآله لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار وفي اليوم الخامس والعشرين استشهد الإمام موسى القاظم سلام الله عليه وفي اليوم السادس والعشرين منه توفي أبو طالب مؤمن كريش عم النبي وكافله وفي اليوم السابع والعشرين بعث محمد صلى الله عليه وآله نبيا وأنزل الله عليه أول آيات القرآن إذ قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي اليوم الثامن والعشرين منه عام ستين للهجرة خرج الإمام الحسين سلام الله عليه من المدينة المنورة إلى مكة ولشهر رجب أعمال مهمة جدا منها الصوم فقد أكدت الروايات على استحبابه فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال ألا من صام يوما من رجب استوجب رضوان الله الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار ومن الأعمال المهمة في هذا الشهر الاستغفار فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رجب شهر الاستغفار لأمتي أكثر فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم وقال أكثر من الاستغفار في شهر رجب فإن لله تعالى في كل ساعة منه أتقاء من النار وإن لله مدائنا لا يدخلها إلا من صام رجب أكثر منصمども